تشهد الولايات المتحدة إقبالا غير مسبوق مع بدء التصويت المبكر حيث يتضفق ملايين الأمريكيين على مراكز الاقتراع ويشارك الجمهورين بفاعلية أكبر من أي وقت مضى إذن عشرات الولايات فتحت أبواب التصويت المبكر والإقبال فاقت توقعات نبدأ بجورجيا حيث سجل أكثر من مليون وستمائة ألف شخص أصواتهم شخصيا بحلول منتصف صباح الثلاثاء تقريبا ثلث إجمالي الأصوات في الانتخابات السابقة أما في ولاية كارولاينا الشمالية فقد بلغ عدد الناخبين مليون وأربعمائة ألف في اليوم السادس من التصويت المبكر نتجه الآن غربا إلى ولاية نيفادا وهي ولاية زرقاء لكن تفوق عدد الجمهوريين الذين صوتوا شخصيا على عدد الديمقراطيين وهو تحول لافت مقارنة بالانتخابات السابقة تقول صحيفة واشنطن بوست أن أكثر من 20 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم سواء شخصيا أو عبر البريد حتى الآن هذا العام على الصعيد الوطني وهو ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي الناخبين قبل أربع سنوات تعود زيادة أو زيادة مشاركة الجمهوريين جزئيا إلى تغيير موقف ترامب بشأن التصويت المبكر ماذا قال في الخامس عشر من أكتوبر أمام حشده في أطلانتا؟ نشاهد إذا كان لديك بطاقة اقتراع فأعدها على الفور وإذا لم يكن لديك فاذهب غدا في أقرب وقت ممكن إلى صناديق الاقتراع والتصويت اذهب إلى الاقتراع وانتخب ثم على مدار الواحد والعشرين يوما القادمة شجع كل من تعرفهم على الخروج والتصويت لا نريد أن نأخذ فرصة لا يمكننا أن نخسر هذا البلد يبقى السؤال هو هل سيستمر هذا الحماس في التصويت وهل يعكس هذا التحول تراجع معدلات التصويت عبر البريد التي كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا؟